معنا مشاهدين الكرام لمناقشة قضية مخطوفي الموصل من برلين سيد علي القيسي رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال أمريكي الإيراني في العراق مرحبا بك أستاذ علي القيسي إذن لجنة تقصي الحقائق النيابية ذكرت أن هناك ستة آلاف مفقود بسبب الأعمال العسكرية في مدينة الموصل ما دلالات هذا العدد الكبير؟ سيد الكريم هذا العدد ليس كبير بالنسبة للحقيقة القصد هنا هي منطقة الموصل حصرا مدينة الموصل يعني أقصد الساحل الأيسر والساحل الأيمن وهذا ما رشح من الأسماء فقط حقيقة ما جرى في الموصل يجب أن نأخذها بشكل أوسع نحن نتحدث عن الموصل كمدينة مركز مدينة اللي يشمل حسب ما قلت الساحل الأيمن والأيسر والمناطق المحيطة بالموصل والقرى التابعة لها هذا العدد حسب التواصل مع الأصدقاء وعلى الجهات الأخرى والمنظمات الإنسانية هناك تأكيد على أن عدد من تم التبليغ عن فقدانهم يصل إلى حوالي 52 ألف هذه الحقيقة يعني أضعاف هذا العدد المعلن أضعاف هذا العدد سيد الكريم هناك قرى أبيدت بالكامل والمشكلة الأخرى هي الجهات عدد الجهات يعني الميليشيات تعمل من جهة والحشد يعمل من جهة والميليشيات العرقية اللي أقصد بها الميليشيات الكردية والميليشيات الدينية يعني ميليشيات بابلون وغيرها والميليشيات اليزيدية يعني نحن نتحدث عن أكثر من 11 جهة إذا ما حسبنا إلها ما يسمى بالشرطة والمكافحة الأرهاب وبقية المسميات الأخرى والتشكيلات الموجودة هناك يعني حسب الإحصائية اللي عندنا 11 جهة هذه هي أساس المشكلة الأمر الآخر أن هؤلاء الذين كل الذين قتلوا في الموصل من مدينيين وأطفال ونساء تتحمل مسؤوليتهم ما تسمى بحكومة العبادي حكومة العبادي استدرجتهم ووضعتهم في مثلث موت في وقتها من خلال تصريحات المتناقضة حين تقول لهم تجمعوا كل عشرة عوالي كلنا نذكر هذا على لسان العبادي ناطق في لسان العبادي قال لهم تجمعوا كل عشرة عوائل في بيت وبعدها أبقوا في منازلكم ومن فتح لهم المجال ما يسمى بالممر الأمر كان يتم إطلاق النار عليهم وقتلهم هذه ما تسمى بلجنة تقص الحقائق القصد منها هي امتصاص الزخم أو شيء آخر لا يراد به منفعة الموصل حقيقة الأمر الآخر الذي يجب أن ينتبه له المتابع للشأن العراقي وهذا نحن نتحدث به مع المنظمات والجهات الدولية منذ العام 2003 لم تكن في يوم من الأيام ما تسمى بالحكومة الحكومات العراقية المتعاقبة جزء من الحل أو جزء من مساعدة المواطنين خصوصا في تلك المحافظات الموصل والأنبار وغيرها الحكومة دائما جزء من المشكلة وليس جزء من الحل ولذلك الأمر يتطلب لجنة تحقيق دولية مستقلة من الأمم المتحدة تحدد مصير المفقودين وهناك قوائم وتبليغات وأسماء لأن هذا قضية كبرى نعم سيد علي طيب المرصد العراقي من أجل ذلك ذكر أن الحكومة أهملت التعامل مع ملف مفقودي أو مختطفين لنسمهم هذه التسمية مفقودين موصل يعني ما سبب هذا الإهمال أستاذ علي لأن الحكومة ظالحة في عملية قتلهم وإخفاءهم من خلال ميليشياتها ومن خلال أجهزتها الحكومة لا تريد أن تفتح ملف بالنتيجة يضح في موقف تساؤل وأؤكد هنا ما تسمى بالحكومة العراقية جزء من المشكلة ولم تكن فيهم من الأيام منذ العام 2003 حتى اليوم جزء من الحل بل الحكومة هناك لدينا وثائق ويعني معلومات ونتواصل مع منظمات دولية تؤكد لنا أن حتى المنظمات الدولية التي تعتمد على تمويلها الذاتي في عملية التقصي وعملية المتابعة الحكومة تمنحها من الدخول وفتح هذه الملفات وتؤثر عليها الأمر الآخر مسألة المكاتب الاقتصادية هذه المكاتب الاقتصادي هي مكاتب ابتزاز علنية تسمى مكاتب استثمار يعني النائب منصور مرهيد قال أن هذه المكاتب تدعي الاستثمار وتبتز أهالي المفقودين على عاتق من تقع إذن مسؤولية كشف مصير المفقودين وكيف تفسر هذا الابتزاز يا سيدي هذا الابتزاز هل سمعت باستثمار من معتقلين هناك معتقلين يتم الاستثمار منهم هناك عمليات نزع ملكية هناك عمليات إجبار راس على التنازل ولدينا شهود ووثائق تثبت بأن هناك من أجبر على التوقيع عن تنازل عن ملك وعقاف كان يمتلك منذ مئات السنين في الموصل وأهالي الموصل بالمناسبة لديهم شعار يقول الملك للملوك الموصل للأصيل لا يبيع أي ملك ولا يبيع أي أرض أي عقار وجود هذه المكاتب هي حقيقة مكاتب عمليات لتقوم بعمليات ابتزاز وقتل واختطاف المواطنين والأمر الآخر أنه كل إنسان الآن يرفع صوته ويتحدث ضد هذا الوضع المزري اللي يتعيش هذه المدينة المنكوبة يته باليوم الثاني بأنه على صلة بتنظيم الدولة أو بجهات إرهابية ويصدر عليه أمر اعتقال أو يقتل أو يطارد يعني في المحصلة وكالة أسوى شيت بريس ذكرت أن تعجيل استعادة الموصل أو حسم المعركة أسهم في قتل أعداد كبيرة من المدنيين ما تفسيرك لهذه المعاملة لمدينة الموصل بهذا الطريق سواء في أثناء الحرب أم بعدها سيد الكريم عملية ما تسمى بعملية تحرير الموصل الكل أجمع في وقته على أنه لا توجد استعدادات كافية لتحرير المدينة إذا جاز التعبير هذا الكلام هم تقصدوا في هذا الظرف وفي هذا الوقت تقصدوا على دهم وقصف وتدمير الموصل وبدء العمليات العسكرية ضدها حتى يوقعوا أكبر عدد من الخسائر في أهلها وفي بناءها التحتية لأن هذا عمل مقصود وعمل ممنهج هو عملية تدمير ومسح المدن وهذا ما شاهدناه في جرف الصخر نفس الحالة وفي مناطق أخرى من محافظة صلاح الدين وغيرها شكرا جزيلا كاميند برين عبر اسكا ابسال علي قيسي رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العرق